السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله عنزي معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة الإشارة الأستاذ بدر الحمود اليوم حنتكلم في كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثالث اليوم حنتكلم في درس المواطنة المسؤولة المواطنة المسؤولة وقبل أن نبدأ سوف نراجع الدرس السابق مفهوم المسؤولية مفهوم المسؤولية عرفنا المسؤولية قلنا هي قدرة الشخص على أداء الواجباته وتحمل نتائج أقواله وأفعاله وما ينتج عن هذه الأقوال والأفعال المسؤولية هي قدرة الشخص على أداء واجباته وتحمل نتائج أقواله وأفعاله وما ينتج أن هذه الأقوال والأفعال أنواع المسؤولية تكلمنا عنها ذكرنا أنها ثلاثة أنواع المسؤولية الذاتية هي شخصية ومسؤولية اجتماعية ومسؤولية وطنية ومسؤولية وطنية المسؤولية الذاتية الشخصية مثلنا عليها مثال المحافظة على الصلوات المفروضة وهي مسؤوليتك أنت الشخصية المحافظة على الصلوات المفروضة كذلك اداء الاتزام أداء الواجبات المدرسية وهي واجباتك ومسؤوليتك أنت مسؤولية شخصية تطوير المهارات الذاتية مهاراتك أنت الشخصية هي مسؤوليتك أنت وأنت تطور مهاراتك الذاتية اثنين مسؤولية اجتماعية ممثلنا التزام تجاه الأسرة التزامك تجاه أسرتك بآداء الواجبات الموكلة إليك يعتبر مسؤولية اجتماعية كذلك التطوع في المجتمع يعتبر مسؤولية اجتماعية تطوع في المجتمع في المدرسة في المسجد يعتبر مسؤولية اجتماعية كذلك من مسؤولية الثالث مسؤولية وطنية مسؤولية وطنية مثال تحقيق الانتماء والولاء تحقيق الانتماء والولاء مسؤولية وطنية كذلك التزام الأنظمة التزام في الأنظمة مسؤولية وطنية مسؤولية وطنية هذه أنواع المسؤولية ثلاثة كلمنا كذلك عن فوائد المسؤولية ووسائل تحملها تؤدي المسؤولية إلى مزيد من الثقة بالنفس إلى المزيد من الثقة بالنفس وثقة الآخرين بك لأداء الأعمال الموكلة إليك وتحمل النتائج من فوائد المسؤولية ثقتك بنفسك ثقة الآخرين بك لأداء الأعمال الموكلة إليك وتحمل النتائج وتحمل النتائج لكي تتحمل المسؤولية فإن عليك اتباع الآتي الاعتماد على الله ثم على النفس عندما يوكل إليك مسؤولية تعتمد على الله ثم على نفسك اثنين التزام الأخلاق والقيم ومراقبة الله التزام الأخلاق والقيم ومراقبة الله في أداء الأعمال الموكلة إليك كذلك ثلاثة الاستعداد الذهني والنفسي والجسدي لتحمل المسؤولية الموكلة إليك الاستعداد الذهني لأداء العمل والنفسي لأداء هذا العمل والجسدي لتحمل المسؤولية الموكلة إليك العمل بجد واجتهاد لإنجاز هذا العمل العمل بجد واجتهاد لإنجاز هذا العمل الموكل إليك قبول النقد الموضوعي الصادق النقد الموضوعي الصادق قبوله بصدر الرحب والحذر من التأثر بالتأثر والأخطاء التي تقع فيها لأنه طريق للنجاح لأنه طريق للنجاح نجي درسنا اليوم المواطنة المسؤولة المواطنة المسؤولة أهداف الدرس أن يعرف الطالب المواطن الصالح أن يعرف الطالب ما هو المواطن الصالح أثنين أن يعدد الطالب واجبات المواطن السعودي أن يعدد الطالب واجبات المواطن السعودي أن يذكر الطالب ما هو الانتماء والولاء للوطن ما هو الانتماء والولاء للوطن هذه أهداف الدرس أن يعرف الطالب المواطن الصالح أن يعدد الطالب واجبات المواطن السعودي أن يذكر الطالب ما هو الانتماء والولاء للوطن تمهيد ترتبط المسؤولية بالمواطنة الصالحة التي تضمن حقوق وواجبات وترتقي الأمم بوعي مواطنيها بمسؤولياتهم ليكونوا مواطنين فاعلين ليكونوا مواطنين فاعلين ترتبط المسؤولية بالمواطنة الصالحة التي تضمن حقوق وواجبات وترتقي الأمم بوعي مواطنيها بمسؤولياتهم ليكونوا مواطنين فاعلين من هو المواطن الصالح؟ المواطن الصالح هو المواطن المسؤول الذي يدرك انتمائه للوطن ويؤدي واجباته تجاهها ويلتزم النظام ويكون فاعلا في مجتمعه طوال سنوات حياته له حقوق يتمتع بها وعليه واجبات يلتزمها هذا المواطن الصالح نعيد الصالح المواطن هو المواطن المسؤول الذي يدرك انتمائه للوطن ويؤدي واجباته تجاه الوطن ويلتزم النظام ويكون فاعلا في مجتمعه طوال سنوات حياته له حقوق هذا المواطن يتمتع بها وعليه واجبات يلتزمها ويؤديها هذا التعريف تقويم مرحل عرف المواطن الصالح هنأعطيك بدقيقة للتفكير والإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المواطن الصالح هو المواطن المسؤول الذي يدرك انتمائه للوطن ويؤدي واجباته تجاهه ويلتزم النظام ويكون فاعلا في مجتمعه طوال سنوات حياته له حقوق يتمتع بها وعليه واجبات يلتزمها هذا تعريف المواطن الصالح واجبات المواطن الصالح لدينا عدد من الواجبات الأول الانتماء والولاء للوطن الانتماء والولاء للوطن وهو إحساس فطري يرتبط فيها المواطن بوطنه إحساس فطري يرتبط فيها المواطن بوطنه وبكل ما يرمز إليه من قيم وثقافة وتاريه مع الإخلاص في خدمته لوطنه والحرص على سلامته وأمنه وتحقيق تقدمه وهو طوره من عدد من الجوانب بتكلم عن الجوانب ناخذ التعريف اللي هو الانتماء والولاء هو إحساس فطري يرتبط فيها المواطن بوطنه وبكل ما يرمز إليه من قيم وثقافة وتاريخ مع الإخلاص في خدمته لوطنه والحرص على سلامته وأمن هذا الوطن وتحقيق تقدمه وتطوره وذلك من جانبين هنتكلم من جانبين الجانب الأول الولاء لولي الأمر الملك الولاء لولي الأمر الملك ويكون بطاعته وتقديره والوفاء له بالعهد بالعهد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا الأول من الجانب الولاء لولي الأمر الملك اثنين الانتماء للوطن الانتماء للوطن ويكون ويكون بمحبته وإعماره والدفاع عنه وعن منجزات هذا الوطن وبيئته وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد هذا المجتمع ونبذ ما يؤثر في وحدته الوطنية سواء كانت سواء كانت تمييزا أو تعصبا أو انحرافا فكريا أو الإضرار بأمن المواطن الوطن أو بسماته الانتماء للوطن يكون بمحبة هذا الوطن وإعماره والدفاع عنه وعن منجزاته وبيئته وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد مجتمعه ونبذ ما يؤثر في وحدته الوطنية سواء كانت تمييزا أو تعصبا أو انحرافا فكريا أو الإضرار بأمن الوطن أو بسماته هذا أول من الواجبات الانتماء والولاء للوطن ويكون الواجبات إما ولاء الولي الأمر أو الانتماء للوطن من ثاني من واجبات المواطن السعودي أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية ويكون باحترام الأنظمة ويكون باحترام الأنظمة والمحافظة على سلامة المنشآت والمرافق العامة والخاصة ونظافتها والابتعاد عن الفتن والانقسام أو ما يمس أمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه هذه الثاني من واجبات المواطن السعودي أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية ويكون باحترام الأنظمة والمحافظة على سلامة المنشآت والمرافق العامة والخاصة والابتعاد عن الفتن والانقسام أو ما يمس أمن الدولة وعلاقتها وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه هذا النوع الثاني من واجبات المواطن السعودي النوع الثالث من واجبات المواطن السعودي الاعتزاز بالوطن والافتخار به الاعتزاز بالوطن والافتخار به ويكون ما هو الاعتزاز هو شعور وجداني الاعتزاز هو شعور وجداني يعزز القيم الإنسانية ويثري الشخصية الوطنية هذا تعريف الاعتزاز هو شعور وجداني يعزز القيم الإنسانية ويثري الشخصية الوطنية وذلك ما يأتي الاعتزاز بالدين الإسلامي الآن من الجيهة واحدة اعتزاز بالدين الإسلامي وبخدمة الحرمين الشريفين والمسلمين اعتزاز بالدين الإسلامي إننا مسلمون وخدمة الحرمين الشريفين مكة والمدينة والمسلمين في الحج هذا الأول الاعتزاز بالدين الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين والمسلمين دين الاعتزاز بالوحدة الوطنية ومن أسهم في تحقيقها من رموز الوطن ومن المواطنين الاعتزاز بالوحدة الوطنية ومن أسهم في تحقيقها من رموز الوطن من الذي أسهم في تحقيقها؟ الملك عبدالعزيز رحمه الله من أسهم في تحقيق هذه الوحدة الوطنية ومن المواطنين الذين يساهموا ثلاثة الاعتزاز بلغة الوطن وهي اللغة العربية والتحدث بها في أي مكان في أرجاء الوطن الاعتزاز بلغة الوطن وهي اللغة العربية أربعة الاعتزاز بتراث الوطن بتراث الوطن وثقافته وإرثه الحضاري الاعتزاز بتراث الوطن وثقافته وإرثه الحضاري خمسة الافتخار بمنجزات الوطن الافتخار بمنجزات الوطن وما حققه الوطن والمحافظة على هذه المنجزات وأن لا يسمح لأي إنسان أن يضر بهذه المنجزات ستة الافتخار بأداء أبناء الوطن الافتخار بآداء أبناء الوطن ومنجزاتهم في أي مكان في العالم هذا النوع الثالث من واجبات المواطن السعودي الاعتزاز بالوطن والافتخار به ما هو الاعتزاز وافتخار هو شعور وجداني هو شعور هو شعور وجداني يعزز القيم الإنسانية ويثري الشخصية الوطنية ويكون عن طريق الاعتزاز بالدين الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين والمسلمين ويكون عن طريق الاعتزاز بالوحدة الوطنية ومن أسهم في تحقيق هذا من رموز الوطن ومن المواطنين الاعتزاز بلغة الوطن اللغة العربية الاعتزاز بتراث الوطن وثقافته وإرثه الحضاري الافتخار بمنجزات الوطن والمحافظة عليها وأن لا يسمح لأي إنسان أن يضر بهذه المنجزات الافتخار بآداء أبناء الوطن تقويم يضع الطالب علامة صح أمام عبارة صحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة ألف من واجبات المواطن السعودي توفير التعليم من واجبات المواطن السعودي توفير التعليم وهي من واجبات الدولة على المواطن السعودي تعتبر إجابة خاطئة بأ الافتخار بالمنجزات الوطن ليس من أسس المواطنة الافتخار من منجزات الوطن ليس من أسس المواطنة هي إجابة خاطئة هي من أسس المواطنة الانتماء للوطن يعيق مسيرة التقدم الانتماء للوطن يعيق مسيرة التقدم هي إجابة خاطئة الانتماء للوطن تثري مسيرة التقدم تقويم ختام عدد واجبات المواطن السعودي عدد واجبات المواطن السعودي نحن أعطيكم دقيقة للتفكير نرجع لكم ما شاء الله كان السؤال يقول عدد واجبات المواطن السعودي واجبات المواطن السعودي هي ثلاثة الانتماء والولاء للوطن الانتماء والولاء للوطن اثنين أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية ثلاثة الاعتزاز بالوطن والافتخار به الاعتزاز بالوطن والافتخار به كذا أنهينا درسنا شاكر لكم حسن استماعكم وانصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة